أو أبدأ معاك كلامي عن مباراة الأهلي وصان داونز مباشرة لأنه الحقيقة هذه المباراة كل جمهور نادي الأهلي ينتظر هذه المباراة من وجهة نظرك إيه هي الصعوبة اللي حيشوفها أو لعبت النادي الأهلي في هذه المباراة مباراة صعبة طبعا يعني أول عايزين نبتل كده يعني إيه الأسباب؟ أسباب إنه صان داونز فرقة كويسة وهم في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي كانت يوم جابية بشكل كبير نادي الأهلي طبعا عندوش بديل غير الفوز طبعا بعد الخسارة بتاعة الهلال الميزة الوحيدة اللي نعمتش عندنا في ملعبنا طبعا دا يكون دافع إن شاء الله بإذن دا اللعبت النادي الأهلي وأعتقد وجود عشتلاف متفرق برضو طب دحاك ويسة بالضبط دحاك ويسة طبعا آه شي جاي جيد جدا لأن النادي الأهلي شفناه في ماتش أسوان الجمهور والدعم الكبير للنادي بالضبط النادي الأهلي الشوت الأول أحلى بالضبط أحلى شوت من فترة كبيرة جدا شفناه اللعيبة كرغبة وكإصرار وككل حاجة وإداء وفنيات كل حاجة يعني الماتش دا الشوت دا بصراحة بالذات لا الناس كلها اتبسطت من لعابة النادي الأهلي وده اللي نادي الأهلي معودنا لعابة النادي الأهلي معودان عليه إن هم في الأوقات اللي بيحصل فيها هزيمة الماتش اللي بعده أرطول دايما فيه مكسب بنرجع بسرعة فبصراحة يعني الأداء كان عجبني جدا وكنت مفصود جدا وكمان بالشكل مستر كورر قدر به المباراة إن هو رايح ناس إن هو بدأ بتشكيل الصح اللي كنا كلنا بنتكلم عليه مع عمل شورتيشن كتير هو بسيثناء كهرباء جيه ولعب وكهرباء زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليه لعب موهوب جدا إن هو يبقى كابتن الاسلام واتكلمت معك قبل كده إن هو يبقى بعيد قبل الفترة دي كلها ويرجع ويحرز أهداف ويبقى ليه تأثير بالشكل دا لا الكهرباء موهبة ولازم يبقى موجود الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله اللي إصابة اللي جاتلو دي تكون حاجة خفيفة ويكون موجود إن شاء الله في المباراة اللي جاية بإذن الله الأهل يقدر يكسب المباراة دي إزاي افرض شخصيتك من الأول مباراة دي أول حاجة وأهم حاجة ما تستعجلش المكسب لازم تبقى هادي خالص لأن طبعا ماتش هيبقى فيه توطر كبير جدا لعابة سانداونز عندهم ست نقاط فالموضوع بالنسبة لهم لو خد منك نقطة هيبقى ده مكسب كبير بالنسبة له صحيح فأنت لازم يعني توزع مجودك لطول المباراة مش عايزين اللي هو تنزل في أول ربع ساعة ونصف ساعة تعيك عمال تجري وفعل فاضي وكلام دا لا لازم توزع مجودك كله على المباراة في الماتش دا لازم يبقى استغلال فرص مهم جدا 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 أنت لازم تستغلال فرص اللي يحجيلك لأن الماتشات دي اللي تعرف كابتال اسلام بتجيلك فرصة أو فرصتين في المباراة مش أنت بتعبش في الدول المصري مثلا بتلعب أصد قيمة الفرصة بالزبط قيمة الفرصة أنت لك كرة اللي تجيلك لازم تركز فيها كواس جدا عشان كده قلت أن الكهرباء لازم إن شاء الله بإذن الله يبقى موجود وجودها هيبقى مهم جدا بإذن الله إن شاء الله واللعبة كمان خلاص يعني العبة خرجت من الحالة بتاعة الهزيمة بتاعة الهلال كلهم ما شاء الله الماتش اللي فات لكن هي حتة الإجهات شوية إن شاء الله بإذن الله مستر الكرة اللي حاول إن هو يزبطها شوية مع مع العيبة ومع الجهاز الطبي اللي موجود وإن شاء الله يكونوا بإذن الله موجودين على تم الاستعداد إن شاء الله لمباراة مواجهة الأهل والسانداونز دائما ما تسمى مواجهة الكتاب المفتوح يعني مليون في المية المدير الفني هنا يعلم كل شيء عن والمدير الفني هناك يعلم كل شيء عن النادي الأهلي وبالتالي في مثل هذه المباراة الأوبين بوك دي بتبقى المدير الفني بتبقى أصعب عليه ولا أسهل ولا إيه لا بتبقى صعبة طبعا وكمان يعني هي أسهل لهم في الفترة اللي احنا فيها دي أسهل لهم وما أسهل لهم عندهم ست نقاط فبالتالي الموضوع بالنسبة لهم سهل وبرضه بيلعب عارف ان هو جاي بيلعب فرقة كبيرة وبيلعب اسم كبير زي اسم النادر الأهلي وعارف ان هو خسران الماتش اللي فات فالنادر الأهلي ما فيش بديل قدامه غير الفوز خلي بلاك عايز يطلع برضو النادر الأهلي من بدري أه بالظبط ماكسب ليه طبعا أه بالظبط ماكسب ليه طبعا أن هو يخلص على النادر الأهلي من بدري زي ما أنت بتقول لك بسلام صح وفي نفس الوقت احنا برضو في مشكلة أن أنت هتلاعب الماتش اللي بقعده برضو ساندودز هناك فأنت لازم يبقى عندك التلاتة بقونة ما فيش فيهم كلام لأنه أنت هناك بتلعب الساعة الثلاثة طبعا كلنا عارفين توقيت الساعة الثلاثة بإذن الله يعني بإذن الله هيوصل لكن مش عايزين نخش في دوامة وعزبة ونستنى وآخر ماتش أنت الماتش على ملعبك فحاول أنت لازم يبقى تركيزك كامل المباراة دي تحاول أنت بإذن الله تاخد التلاتة نقاط لأنه هيفرق معك بشكل كبير جدا إن شاء الله في تكملة البطول